موعد النشط الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهلة أكدت الجزائر ونيجيريا والنيجر خلال اجتماع ثلاثي احتضنته العاصمة بوجة على ضرورة تسريح مشروع مد خلط خط النبيب الغازي العابر للسحراء ذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان لها أن الاجتماع الذي ضم وزراء الطاقة في الدول الثلاث وضع اللبنات الأولى لهذا المشروع بهدف تجسيده في أقرب الأجالة وبحسب البيان ذاته تم الاتفاق على مواصلة المشاورات عبر الفريق التقني الذي تم تشكيله خلال هذا الاجتماع وتكلفه بإحداد كل البلود والدراسات التقنية والمالية ودراسة الجدوى المتعلقة بتجسيد المنشآة التقوية الضخمة كما تم الاتفاق بين الوزراء الثلاثة على تنظيم الاجتماع الثلاثي القادم في فترة وجيزة لا تتعدى وخرج ويليا المقبل في الجزائر